بسم الله الرحمن الرحيم وذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير قال إن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون قال إن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فوى غليغ القلب لن فووا من حوله فاعف عنهم واستغفر لهم وشابرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل اليأي بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخص من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوما تقل جمعانك بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا فقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أم ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ختلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يويع أجر المؤمنين